شهد رئيس عبد الفتاح السيسي جلسة المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات من فعاليات اليوم الثالث لمنتدى الشباب العالم وخلال الجلسة تم عرض فيلم تسجيلي يوضح حجم المعاناة التي يعيشها الملايين من اللاجئين والنازحين في مناطق الصراعات حول العالم وأهمية البدء سريعا في عملية الإعمار المستدامة وعشر الفيلم إلى أن الدولة أكدت ضرورة إعادة الإعمار من منطلق واجبها لإنساني كجزء لا يتجزأ من أمنها القومي